اشتركوا في القناة قرابة المساء او غروب الشمس بابدأ او بنتقل القمر عنا لبرج الثور في عنا برضه كله مسار اليوم بدها تركيز شوي طبعا القمر موجود في منزلة البطين وهي منزلة جيدة لتهديدة النفوس والاصلاح والبدء بكل شيء جديد ورح ينكث القمر في هاي المنزلة لغاية الساعة ثمانية وخمسة واربعين دقيقة صباحا من صباح اليوم السبت بتوقيت جرينيتش لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الثورية وهي منزلة جيدة تنفع للبدء بكل شيء وغير مناسبة لإظهار أي شيء ومناسبة للسر والكتمان وإغفاء الأمور طبعا القمر زي ما حكينا هو موجود في برج الحمل عشان هيك من الآن لغاية ساعة مساء او المغرب من مغرب يوم السبت بصير اللي هي الآثار أثار برج الحمل بعدين أثار برج الثور فعشان هيك من الآن لغاية ساعة المساء في هاي الفترة نشعر بطاقة كبيرة للعمل ونكون أكثر تصميما أكثر استقلالية منبادر بمشروع جديد ولكن من المحتمل أنه نتسرع في تصرفاتنا أو نتهور أيضا يجب أن نحذر أكثر على الطرقات من السرع الفائقة ومنلاحظ أيضا في هاي الفترة أن أقل صبر في التعامل مع الغير وهذا الشيء ممكن يوقعنا في متاعب ومشادات غير مرغوب فيها ومنفقد دبلوماسيتنا ومنكون أكثر عدوانية في فترة وجود القمر في برج الحمل يستحسن إجراء فحص للعيون إذا استدعى الأمر لذلك أو أي شيء له علاقة بالوجه أو الأسنان وبرضو هاي فترة جيدة لتعديل قصة الشعر وإقامة حفل ما بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا في عنا ثلاث زوايا فلكية بطيئة والباقي من الزوايا السريعة أول زاوية رح نحكي عنها هي زاوية الإقتران السلبية اللي هي الخطيرة حكينا عنها يوم أمس هي بين المريخ وبين زحل وهاي حكينا تاثراتها من يوم 1-4 لغاية يوم 8-4 دروتها يوم 5-4 صباحا هاي بتزيد من المواجهات والمشاحنات وأعمال العنف اللي بتخلف مشاكل عديدة كما بتزيد من العصبية وعليه يجب أنه نتمالك أعصابنا أو ضبط النفس عند التعامل مع الغير وتجنب المواجهات في هاي الفترة بيتفاقم أي شعور بالملل وبيتحول لامتعاض داخلي بينعكس على علاقاتنا مع الغير بالنسبة لدوليا طبعا بتدل على ظهور صعوبات ومشاكل في قطاع الصناعة الثقيلة والبورصة والأسهم والأمور هاي وتراجع المنتوج الفلاحي واستخراج المعادن احتمال وقوح حوادث أو إضرابات أو مقاطعات لها علاقة بالمناجم والمحاجر والمعامل وهذا الشيء ممكن يعارقل هذا الانتاج أو هاي نوعية من الانتاجات كما أنه بهاي الفترة بزيد نفوذ رجال الأمن والجيش وبيتعرض المواطنون للقمع والتعسف وهذه فترة برضو بتزيد من شعبية أحد الدعاء أو رجال الدين من المحافظين أو المتعصبين وبتشهد فضائح بتمس بالتقاليد والأعراف الاجتماعية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية بين المشتري وبين نبتون وهي راح تكون طبعا زي ما حكينا أنه هاي مستمرة هي بدأت تأثيراتها يوم واحد وثلاثين ثلاث وهي مستمرة بتأثيراتها لغاية يوم خمس وعشرين أربع مناسبة للإلهام والأرباح المالية عن طريق توسط صديق أو جمعية وهي الفترة تنتهي من خلالها وضعية حرجة أو بداية لمرحلة جديدة وممكن البعض يقعوا في الحب أو الغرام من أول نظرة دوليا بتدل على ازدهار التجارة الخارجية خصوصا البحرية واللي إلها علاقة بالسوائل مثل الماء والغاز والنفط والأمور هاي وبرضو عقد صفقات تجارية بخصوص الصيد البحري والمنتجات البترة كيموية ومع دول أخرى وبرضو هاي لها تأثيرات أو تأثير هذا الاتصال بيكون على الجانب العقائدي للبلاد بحيث أنه برضو في هاي الفترة بيزيد الاهتمام بالدين والعقيدة وبيزيد احترام الناس لرجال الدين والآئمة وبتزيد هيمنة أحزاب اليسار وتأثيرها على القرارات الحكومية أما بالنسبة للزوايا السريعة اللي راح تحدث اليوم أول زاوية هي زاوية تزديس إيجابية بين القمر وبين زحل وهاي راح تكون في تمام ساعة 2 و3 دقائق صباحا بنصبح أكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتعزز لدينا الحس بالمسؤولية طبعا هاي الزاوية تأثيراتها لا غاية تقريبا نهاية أو موعد انتقال القمر لبرج الثور يعني لساعات المساء أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس إيجابية راح تكون بين القمر وبين الزهرة وهي راح تكون في تمام ساعة 10 و23 دقيقة صباحا بتأجج العاطف اتجاه الجنس الآخر وبالتالي مننجح بتعزيز العلاقة معهم وبيعطي دفعا للأعملين في المجال الفني والتجميل والديكور فبيتحسن عطاهم وإبداعهم أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين بلوتو وهي راح تكون في تمام ساعة 51 و50 دقيقة بعد الظهر بتدفع بعض الأشخاص للتسلط ومحاولة فرض سيطرتهم على الآخرين من من حولهم من الأصدقاء وأفراد العائلة بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار يعني خلو المسار راح يبدأ في تمام ساعة 51 دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينيتش ورح يستمر حتى تمام ساعة 4 و49 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة 44 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش القمر بينتقل لبرج الثور أو بيبلش يشكل أول زوايا طبعا تأثيرات القمر لما بصير في برج الثور أنه منشعر بالحذر أكثر من ميل المحافظة على ممتلكاتنا وقل لما نبحث عن شيء جديد يجب أن نعتمد على أنفسنا ماديا وأن لا نفكر في اقتراض المال من مصرف أو من صديق في هذه الفترة أو في فترة وجود القمر في برج الثور يستحسن البدء ببرنامج ادخار يمكننا شراء عقار ماء أو قضاء وقت ممتع في البيت أو مشاهدة التلفاز أو المجالسة العائلة والأسرة بعد هذه الزاوية طبعا في عنا بعد الانتقال في عنا زاوية وحيدة هي زاوية بطيئة هي زاوية اقتران إيجابية بين عطارد وبين الشمس طبعا إنه من يوم ثلاثين ثلاثة منذكرها هي مستمر تأثيرها لغاية يوم ستة أربعة وهاي زاوية إيجابية عطارد والشمس مع بعض فعند حدود هذا الاتصال بتتعزز قدرتنا الفكرية وبتسهل علينا فهم موضوع علمي صعب تعذر علينا فهمه بالأيام الماضية وبزداد التوجه لإجراء الاتصالات أو التنقلات أو السفريات الضرورية بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية فمن الآن لغاية مساء يوم السبت الرأس والأسنان واللسان والعضلات المخططة والقضيب والمرارة والشرين والدم أما من ساعات المساء فبصير عنا نقاط الضعف أو الأكثر حساسية العنق والحنجرة والحبال الصوتية الغد الدرقية اللوزتين وتفاحة آدم بالنسبة لهذا اليوم طبعا يوصى بإجراء العمليات الجراحية غير مناسب لعمليات التجميل والجراحة والجراحة التجميلية ولكن جيد لتنظيف البشرة والعناية بالبشرة والأمور هاي يصلح برضو هذا اليوم لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح للقص العلاجي ولكن لا يصلح لإزالة الشعر الزهد بالنسبة للمطعم كورونا مناسب جدا ما في أي مشاكل لإلوم ممكن شوية بس أثر اللقاء أحيانا تحس بألامه شوية حرارة بسيطة أعتقد بنادول وبرستيمول يفي بالغرض بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج الثور خلو المسار القادم رح يبدأ يوم الثلاثة خمسة أربعة بيبدأ في تمام الساعة واحدة واثنين وخمسين دقيقة صباحا وبيستمر حتى تمام الساعة ثلاثة وأربعة دقائق صباحا لا يستقر في برج الجوزة أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر الهلال اللي جديد عمره يوم في تمام الساعة أربعة وست عشر دقيقة صباحا بيصبح يومين نسبة الإضاءة بتصير خمسة في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحمل حتى يوم عشرين أربعة سعيد بنسبة ستين في المية القمر في الحمل بينتقل للثور ورح يمكث في الثور لغاية خمسة أربعة هو الآن سعيد بنسبة ستين في المية ولكن مع ساعات الظهر بيصير سعيد بنسبة ثلاثين في المية عطارد في الحمل حتى يوم احداش أربعة سعيد بنسبة خمسة عشر في المية الزهرة في الدلو حتى يوم خمسة أربعة منتحس بنسبة خمسين في المية المريخ في الدلو حتى يوم 15-4 منتحس بنسبة 50 فيلم المشتري في الحوت حتى يوم 10-5 سعيد بنسبة 15% زحل في الدلو حتى يوم 4-6 سعيد بنسبة 15% اورانوس في الثور حتى يوم 24-8 سعيد بنسبة 15% نبتون في الحوت حتى يوم 28-6 سعيد بنسبة 15% بلوتوف الجدي حتى يوم 29 أربعة سعيد بنصفة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط وبتسيطروا اليوم على زمام الأمور وبتنجحوا بتدفع بمصالحكم وبتهتموا بمظهركم وبالتغييرات وهي مرحلة ممتازة للانطلاقة لمشاريع أو لا فكرة جديدة تتمتعوا بنشاط ذهني وجسدي كبيرين انت سباق ورائد في حق الاختصاص أما في ساعات المساء مساء يوم السبت بيصبح يوم بيحمل معاه فرصة مالية ممكن تكون مفاجئة أو تدخل تحسين على ميزانيتك تنشطوا بالاتصالات وزيارات وبتهتموا للترويج لخطة أو القيام بزيارة أهم شيء أنك تتحرك يعني تحاول تستغل هذه الفرص ممكن تعالج مسائل إدارية وتمولية تتطلب منك توقيع ومتابعة لدى المراجع المعنية برج الثور بيتطلب منكم عدم المبالغة في مجهودكم الجسماني فعشان هيك بدك تضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري والعاجل وتنتبهوا لغذائكم ومراحتكم لأنه تنخفض وطيرة الحياة بشكل كبير وبتتأخر مشاريعك وربما تلغى فعشان هيك بدك تتجنب اتخاذ أي قرار وتتأكد من حجزك أو الحجزات لأنه ممكن تتفاجأ أنها التغت أو صار في سوء تفاهم في ساعات المساء مساء يوم السبت القمر بنتقلها عندك عشان هيك بتصير فرص ممتازة جدا بتصبح ثقتك بنفسك كبيرة بعمك النشاط بادروا لخطوة جديدة ادعم من مركزكم الاجتماعي وخصوصا في ساعات المساء طبعا هاي الفترة مميزة واستثنائية بدعوك للجو لبذل الجهود من أجل يعني بلوغ التفاهم أو بلوغ الغاية نهاي أجمل أيام الشهر بالنسبة لأي لك وأكثرها دعما خذ المبادرة وكون شجاع يعني فترة قادمة ممتازة جدا برج الجوزة بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا لأصدقاء منكم أشخاص ممكن يشاركوا في حفل أو مناسبة سعيدة عشان هيك بدك تكون مخلص لصداقاتك ووعودك ممكن تحصد تأييد لا بأس فيه كثف ارتباطاتك لأنه أنت بحاجة لتعاون الآخرين معك هاي الفترة ولكن مع ساعات بعد الظهر أو ساعة المساء بتدخل فترة بتطلب منك عدم المبالغة في جهدك الجسماني وإنجاز ما بوسعكم من عمل متراكم بدون إهمال صحتكم عشان هيك لا تراهن على الحظ لأنه ممكن تعاني من ركود ومراوحة المكان فلا تجازف بصحتك أو بعلاقاتك الأفكار مشوشة والظروف مخيبة للأمل برج السرطان بتظل الفرصة من الآن لغاية مساء ساعات المساء من مساء يوم السبت فرصة متاحة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا وبينجحوا بإثبات جدارتهم للمسؤولين وبيحافظوا على إنجازاتهم القائمة أهم شيء ما في داعي للإنفعال والعصبية أو التهور والمغامرة هذه فترة فيها نوع من أنواع السلبية لأنها مشحونة بشوية لها علاقة بالمتاعب والتوتر فعالج الأمور بهدوء وقدم أفضل ما عندك ممكن تفرح بانتصار مهني أو اجتماعي خلال هذا اليوم لغاية ساعات المساء من ساعات المساء تسعدوا من لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم ممكن يفاجئكم أحدهم بتصرفاته أو طلباته بترافقك رياح مؤتي رغم كل الضغوطات فعشان يقدك تكرر المحاولة إذا أردت الدعم وتأييد فهي فترة مناسبة للانضمام الجمعية أو مؤسسة بتتلاقى مع طموحك أو مع أفكارك برج الأسد بتنشطوا في السفر والاتصالات البعيدة وهي فترة مناسبة لاجتياز امتحان أو إجراء مقابلة حاولوا أنكم تظهروا تعاون أكبر مع الآخرين ومع الجهات المسؤولة واللي عنده امتحان أو مقابلة وخصوصا في ساعات ظهر يوم السبت بدوا يركز بشكل جيد وما يعتمد على الحضوط انتبهوا أيضا أثناء قيادتكم للسيارة على الشوارع المفتوحة بتنجحوا بالترويج لعملكم وكسب الدعم وتأييد أهم شيء كما تهمل واجباتكم ولو كثرت أو صعبت فأبدكم تنظموا وقتكم بشكل جيد تفادي لأي تأخير حاول أنك اليوم تتقدم بجراءة وثقة لأنه الدعم بيظل دعمك لغاية ساعات المساء ولكن زي ما حكينا من ساعات المساء بيصبح مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا بإدخال تعديل على طبيعة عملهم بوسعهم أو بوسعكم إثبات جدارتكم للمسؤولين الفترة هاي مهمة على الصعيد المهني الاجتماعي ولكن ممكن يكون فيها بعض القلق على أحد أفراد العائلة أو بتواجه مسؤولية أو عبئ مهني لا ترتبك في المواقف الحساسة لأن الجو العام بيكون فيه نوع من أنواع الصعوبة برج العذرة بتضل الأمور المالية بتشغل فكركم والفرصة متاحة لمكسب إلى وصلها بشراكة أو تعويض حاولوا أنكوا تبادروا لتصحيح الأخطاء وترتيب الأوضاع أنتوا بحاجة لياقة جسدية أو أعصاب متينة في هاي الفترة لا تترك ذيول المتاعب إنها تسيطر عليك وبرضو زي ما حكينا بدك تظلك مركز على طاقتك في ساعات المساء بيصلكم خبر من بعيد لأنه هنا القمر صار في البيت التاسع داعا بشكل قوي لإلكم وممكن يصلكم خبر من بعيد أو تنجحوا بأمور الهالاقة بالسفر بالاتصالات البعيدة وتعام مع أجانب أو امتحانات جامعية بتزداد رغبتكم برضو البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحباكم بترتفع المعنويات وبتصير فرص النجاح واضحة بشكل كبير وبتعودوا للإمساك بزمام الأمور هاي فترة إيجابية جدا بيسهل خلال هالحوار وبتفرح بخبر أو تجاوب بعض الفئات أو الأشخاص معاك فيها يعني احتمالية لكثير من موليد برج العذراء إنه يكون في عندهم تخطيطات لأمور الهلاقة بالسفر برج الميزان ابترغبوا في تدعيم شراكاتكم وهذا يوم مناسب للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني طبعا القمر مازال موجود مقابلكم لساعات مساء يوم السبت فما بجوز إثارة المتاعب بتكون تجنبوا الانفعال والقرارات المرتجلة والتصرفات العدائية وحذروا من الحوادث والأعداء فهم كتر في الفترة هاي لغاية ساعات المساء مساء يوم السبت بتصير التغيير واضح تماما لأنها بتتغير الأوضاع وبتمنحك فرصة لمكسب مالي إلو صلة بشراكة أو تعويض صحتكم أو صحت قريب لإلكم بتصير بحاجة للرعاية أو بكون لها اهتمامات خاصة ممكن تفكر بمستقبلك أو براحة شيخوختك أو إيشي له علاقة بشيء قديم ميراث أو أموال قديمة فحاول أنك أنت أو بتتجه بالاتجاه أو بالمبادرة بالاتجاه المذكور فقدم التنازلات وتراجع عن خطوات سابقة برضو سببت لك نوع من أنواع الإزعاج أو العدوات برج العقرب أنجزوا ما تراكم لديكم من عمل برضو اليوم تجدوا نوع من أنواع التعاون ما بينكو بين الزملاء تقدروا تنظموا جدوى الغذائكم تأخذوا قصط من الراحة من حين لآخر من المستحسن التبكير للعمل والتنسيق الجيد بين مختلف الواجبات تكثر النشاطات وربما أنك تشعر ببعض التعب وتستطيع برضو اليوم أنك تحرس تقدم أو أرباح عديدة من الآن لغاية ساعة المساء ولكن من ساعات مساء يوم السبب بصير الجو ضاغط شوي بيصبح اليوم مناسب بس لقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف ثاني وتعزيز علاقاتكم مع شركائكم شركاء المال والعاطفة ولكن بتكون تحذروا من الانفعالات لأنه بيصعب التفاهم معكم ممكن تقع في ورطة أنت بغنى عنها بسبب عصبيتك الجو متوتر وممكن تظهر مشاكل طارئة فعشان هي كدك تكون صبور وما تتدمر لأن الفترة هاي خالية من الحضود برج القوس ابتزداد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم فالظروف جيدة بتظلها لساعات المساء من مساء يوم السبت فاحتمال يعني شوي يكون في بعض القلق حول أحد الأحبة ولكن عندك نشاط وحركة عالية جدا بتميلوا للهو وترفيه عن النفس انتوا بالفعل بالفترة هاي بتستحقوا هاي الخطوة إلى غاية ساعات المساء طبعا بدك تضبط أعصابك لأن القمر بده ينتقل للبيت السادس فرغم تراكم العمل أنتم قادرون على إنجاز حصة الأسد منه فبتكن تنظموا جدوى الغذائكم تأخذوا قصد كافي من الراحة حاولوا انكم ما تلتهوا بالقشور والأمور الثانوية اعتمدوا على جهودكم وطاقتكم لا حصد النجاحات والأرباح راقبوا وضعكم الصحي لأنه برضو بالفترة هاي بكون فيها بعض أنواع القلق إما الصحي أو المهني برج الجدي طبعا ما زال القمر موجود في البيت الرابع فعشان هيك التركيز كله رح يكون على البيت على العائلة لغاية ساعات مساء يوم السبت فتقدروا تدخلوا تعديل على مسكنكم والتفاهم أفراد العائلة فهاي فترة مهمة لتعزيز الروابط بالرغم من الهواجس اللي انت بتعيشها فيه نوع من أنواع تبادل السيارات أو الاتصالات المهمة ولكن ممكن تسود أو يسود نوع من أنواع التوتر بسبب حدث طارئ أما في ساعات مساء يوم السبت بترغبوا في التقرب من أحباكم تعزيز العلاقة معهم تدخلوا فترة إيجابية جدا بوسعكم ومارسة نشاط فني بيطمئن بالكم نسبيا تجدوا حليف يدعم تصوراتكم أهم شيء ما تستسلم بل كرر المحاولات بترغب في استكشاف مناطق جديدة وبتميل أمور إلها علاقة بالسفر والمشاركة في رحلات إلها علاقة بالعمل فترة رومانسية ناجحة رغم أنه فيها قلق حول أحد الأحبة برج الدلو بتنشطوا في أمور العلاقة بالسفر والاتصالات ومنكم أشخاص ممكن ينطلقوا في مرحلة مهنية للترويج لمشاريع بنجاح برضو باستطاعتك اليوم قلب المعادل لصالحك أهم شيء أنك ما تبقى وحيد بل ابحث عن الأصدقاء الأحباء لتعزيز الروابط بتملك سرعة خاطر ومهارة ملموسة جدا لغاية ساعات المساء ولكن دك تنتبه في خلال النهار اللي هي فترة خلو المسار أثناء تنقلاتك وإذا عندك امتحان ما تعتمد كثير على الحضوض من ساعات مساء يوم السبت بصير بوسعك وإدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وتعزيز الروابط العائلية أهم شيء ما تسمح لعواطفك بالتأثير على سلوكك وأدائك لا تنفعل حتى لو شعرت بالانزعاج اسعى لتحسين موقعك في العمل ولا تثبيته قدم المساعدة للأشخاص اللي بيحتاجوها برج الحوت بتظل الفرصة متاحة لمكسب مالي بيجي على الأغلب من عمل إضافي ومنكم أشخاص ممكن يستردوا أموال لإلهم أو بتعود لهم أو يحصلوا على هدية أو مكافأة معينة ممكن تسمعوا خبر صار أو يلعب قريب دور مهم معاكم تهتموا بقضية العلاقة بشراكة أو عمل وممكن يتعلجوا الأمور بشكل دقيق وتهتموا لأولويات مالية بتجدوا الحلول والتسويات بشكل جيد في ساعات مساء يوم السبت القمر رح ينتقل طبعا ويصير في البيت الثالث فهنا بتنشطوا في أمور الحلاقة بالدراسة والسفر والاتصالات وهذه فترة مناسبة للخروج في نزهة قصيرة أو تغيير الجو وبكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار أهم شيء أنك تكون عنصر إيجابي ما تتسبب بالنفور للأشخاص اللي بيتعاملوا معك اتفهم الآخرين ابقى هادئ لا تفوت عليك فرصة المصالحة والتسوية بل كرر المحاولات السابقة وما تستسلم حاذر من السرعة أو سوء التفاهم برضو خلال هذا اليوم هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء